مستاذ جيمي السؤال اللي جابته واضح ان انت مجهزة جدا كيف يعود مارس الكولر غياب علم علول تعويض علم علول ببروفايل علم علول مش موجود عشان الامور تبقى كلير والناس لما تيجي تتلقى الحلول بصدر رحم بكسارة علم علول لا يمكن تعوضها ان انا ببدل العيد بالعيد ببدل البروفايل ببروفايل وهفضل سيستم اللعبة بالنسبة لي ماشي زي ما هو ده مش موجود طيب الراجل عنده اختيارات منها لعيبة بره بعيد جدا عن الصورة منها لعيبة ده مش مكانها خالص منها لعيبة لعبت في المكان ده قبل كده وانا هقولك انا اخترت مين وليه الكريم فؤاد هو اللعيب اللي لعب المباراة الماضية هو لعيب ايمن لعيبها احيانا مع امبي مع كابتن حلمي طولان لكن صعب جدا انك تغامر بلعيب ايمن في المكان ده في مباراة زي دي انت المباراة اللي فاتتكن مضطر فاضطرت حطوه ده رقم واحد رقم اتنين اللي لعيبها برضو مع مرس الكولر تحديدا كان خالد عبدالفتاح اللي بعيد جدا خارج عسابات الراجل لا في الظاهير الايمن ولا في قلب الدفاع ولا في الظاهير الايصر رقم تلعتة انك تروح بقى للحل الاقمن في وجهة نظريه هو احمد نبيل كوكا طب تعالى نشوف قبل ما نشرحها على البورد نشرحها الاول بالحالات انا ليه عايز كوكا او ليه كوكا الانزل ليه بتفضل احمد نبيل كوكا كبديل على المعلوم مليون في المئة فنروح للحالات يلا وقبل ما نقول نروح للحالات هو الراجل عنده ثوابق جيدة جدا جدا في اشتراكه في البوزيشن ده تحديدا لما يكلف بالادوار اللي بيعرف يعمله هو لعب ست مباريات ست مباريات من قبل كظاهير ايصر مع النادي الاهل ست مباريات دي المباريات اللي لعبها احمد نبيل كوكا كظاهير ايصر سواء مع مارسل كولر او قبل مارسل كولر زاهير ايصر يعني بيلعب المباراة كظاهير ايصر عنده مباراة امبي والمصري والجونة والبنك الاهلي ومباراة النصري في الكاس ومباراة ل��زو مباراة الاشهر وهركز لك عليها لان مين اللي بيلعب عليه في مباراة دي يا كريم المباراةidence لعب في بداية المباراة لعب محمود وحيد بطولة كاس في المobb', 2011 لاتلعبه في 2000 كان بيلعب عليه رمضان صبحي وهو في التوب فور في الشوط الأولاني الأهلي كان مخترق جداً لأنني كان بيلعب محمود وحيد الشوط التاني تعملت التغييرة ولاعد أحمد نبيل كوكا كذاير قاش لما نيجي لي مباراة بيرامدز ده طبعاً أقول لك هو بيعمل إيه ارجع معلش تاني قبل ما قبل ما نشرح دي ارجع تاني من الأول بص هو هنا بدأ المباراة دي مباراة ده مباراة الناد المصري هاجي المباراة بيرامدز بعد شوية هو هنا بيلعب لفت باك صريح هو مش رايح ما ينحط شماله هو لفت باك صريح ودي واحدة من مبيزات كوكا عموماً إن راجل عنده القدرة على إرسال الكرات الطولية الدقيقة سواء لعب في عبق الملعب أو لعب على الطرف ده هدف اتحط الباست عمل من هنا وتحط ليه محمد شريف في المساحة وسجل هدف في مباراة المصري دي مباراة المصري 1-0 2-1 دي كانت المباراة اللي لعبها المباراة الأولى أو الباص من على اللاين تماماً يا كريم وقدر إنه يدي لك حل من خلال الإرسال الكرسس أو الكرات الطولية حتى الدقيقة اللي بيعملها سواء بيعملها من قلب الملعب أو من على الطرف دي مباراة بيرامدز واقف هنا شوية نتكلم عن مباراة بيرامدز مباراة بيرامدز ديها كريم بدأ المباراة فرق بيرامدز بدأت برمضان صبح ناحية المين وكان بيلعب على محمود وحيد طول المباراة هو ضاقت وطول الوقت الجابها دي مفتوحها تماما ما بين الشوتين بيتغير محمود وحيد بينزل مكانه صلاح محسن تغيرها هجومية للنادي الأهلي ونزل أحمد نبيل كوكا أنه يلعب في الليفت بات زهق رمضان صبحي لدرجة أن في المباراة دي بشيك ورحم غيره نقله الناحية الثانية خالص ناحية الشمال لما زهق ومال أنه مش عارف يعد من أحمد نبيل كوكا فلما يلعب على لعب بقيمة رمضان صبحي وهو في الحالة المثلة ليه وهو مع بيراملز في مباراة صعبة جدا في سمي فانالكاس ده يقول لي أنه الراجل كان قادر أنه يوقف الجابها دي تماما ويجيب لك أكتر من لقطة سواء في تغطيات أو قاطع كرات أو مواقف واحد على واحد أو حتى تغطيات عكسية هنجيبها بعد شوية بس هو لعب طول الوقت مع رمضان يا كريم لحد ما بشيكه هجيب لك لقطة بعدها بشوية رمضان كمل المباراة ناحية الشمال وأوريك ناحية الشمال كان بيعدي بمنتهى السهولة بمنتهى السهولة من الناحية التانية بعكس الجابها دي اللي كانت مقفولة تماما على رمضان بسبب وجود كوكا في المكان ده لدرجة رمضان زيه بص رمضان لما تنقل بعدها على طول يا كريم في الديها 68 بقت الجابها دي بالنسبة له الاختراقات سهلة جدا بقت طول الوقت عمال بيعدي لما تنقل من الجابها بتاعة كوكا فالوعي بتاع المكان هو الراجل الليعب أكتر من مباراة في المكان ده في مسابقات مختلفة إنه عنده قدرات دفعية وبيقدر يعمل أوفلاينين كمان ميزة عند كوكا يا كريم إنه هو لعيب أعصر لعيب بيلعب برجلي الشمال فطول الوقت وعنده القدرة إنه هو يرجعك تاني جوة الملعب عنده قدرة إنه هو يشتغل على الخط عنده قدرة إنه يعمل أوفلاينين ويقفل الخط بشكل جيد في الحالة الدفعية كمل أجاب لك حالة كمان للتغطية العكسية اللي هي دايماً بقيس عليها الظهير ظهير الطرف يا كريم هل هو عنده الوعي لعمل التغطية العكسية في الترانزيشنز ولا لأ هتيجي الكرة اللي بعدها على طول بص لأ كاني موقف معلش ارجع شوية ارجع شوية ارجع للكرة اللي عمدي من أول بص بص اللعيب اللي رجع وراه بس وقفين اللي هو آخر لعيب من النادي الأهلي وراه من ربيع اللعيب اللي بعدها على طول في العمق ده هو احمد نبيل كوكا يا كريم في تأخير هنا في الرجوع هو هيرجع يدخل انسايد ويعمل التغطية العكسية وهيعمل بلوك للكرة بتاعت رمضان صبح يعني هو رمضان صبح زي منه وراح تلمير راح رايح له وراح تشمال كمل كمل كمان كمان بص هنا هيخش عامل التغطية العكسية خش يعمل البلوك لرمضان صبحي فالراجل قادر يحفظ واجبات المركز ده بشكل ممتازة كريم فانا بالنسبالي كوكا على الصعيد الدفاعي على صعيد انه يقفل المنطقة دي على صعيد انه هو يشتغل انسايد وهارجع وقولك تاني هو مش بس الكرات اللي شغالها دي وقطع الكرات وانه قادر بيشتغل على اللاين في نقطة بيحب يعملها مرسل كولور جدا لما اللعب يكون عنده وعي بمنطقة وسط الملعب اشرحها على البورد لو امك لما تيجي نتكلم على كوكا تحديدا ده الشكل اللي بيلعب بين نادي الاهلي دايما هنيجي للترجي بيلعب ازاي بعد شوية بس كوكا دايما موجود هنا طيب لما الاهلي هيطلع يعمل الزيادة ده امام عشور وده حسين الشحات لما بيطلع امام هنا ويطلع حسين هنا هيبقى فيش ويتشات دايما في ظل غياب علي معلول وفي ظل ان كوكا مزاهير هجومي هيبقى طول الوقت امام مطلوب منه انه يدخل هنا وحسين يدخل هنا فطول الوقت انت محتاج كمال للعيب يدخل هنا عشان لما شرح لك الترجي الترجي ما بيفتحش الخطوط هو بيدافع وهو الترجي وبيدافع مش بس بيلعب بالعرض بالشكل المعروف لأ كمان هو بيقافل الملعب والاطراف فيها مشكلة كبيرة جدا فانت بطالب النادي الاهلي انه هيفتح الملعب تماما لما اقول لك اللعيب التاني اللي هيلعب اه 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 مارس الكولر هيلعبه فيه المباراة انه كوكا يلعب كانفرتد انه هو اللعيب لما بيلعب هنا الباك ليفت او الباك رايتة كريم عمالة محمد هاني كتير مع بارس الكولر يقدر انه يدخل هنا يقفل عمق الملعب فيدي اريحية طول الوقت سواء لأكرم او افشل اللي هيبدأ فيهم المباراة مع امام عشور مع حسين طول الوقت مع الجناح الالف هنا سواء بيرسي تاو او ريدا سليم انه عنده دايما وسط الملعب متأمن باتنين اللعيب هم روان وجنبه كوكا الميلان ده هيحصل اول ما يرجع امام مكانه يرجع تاني كوكا يلعب هنا فانا قدر استخدم كوكا مرتين كانفرتت فول باك ان ندخل هنا انسايد او نقفل الخط على اخطر لعيب واهم لعيب ان كوكا لعيب ممتاز في الديولز او في الصراعات السناقية اللي هو ينساس اخطر لعيب في فرقة عايز اخش معك في نوك قل وخش معنا اشهر ممكن اخش معك براهون كمان قل انا ميال ان كوكا يبدأ زيك تمام بس انا تصوري لو كوكا بدأ ليفت باك محمد مجد افشا يبدأ المباراة دي فانا قلتلك هنا سواء اقرم او افشا لعب اقول لي ليه ليه انا عايز يتناقش شوية قل كده كده مارس الكلها كارب جرب الكصة دي كذا مار صحيح احيانا كان بيعتمد على الجبهة اليسر اللي فيها علي معلول امام عشور حسين الشحات صحيح تمام ودي تشتغل هجوميا كتير قوي ومحمد اي كان بيثبت في الدفاع صحيح حلو كده تصوري انا بقى هيعمل العكس المباراة القادمة هيسبت كوكا وهيبدأ يشتغل بهاني هجوميا مع بيرسيتاو هيبقى محتاج اللي معاه دوت ما يكونش اكرم توفيه بل محتاج اللي معاه افشا تصوري الشخصي عشان اشتغل على الجبهة دي بشكل كويس جدا وهيضحي بالشمال دي الهجومية وهيشتغل بهاني دفاعية في وجود كوكا موافقك من حيث الفكرة طبعا مليون في المية ده اكثر واقعية ولسبب اخر مطلوب من امام عشور انه يطلع هنا على الجنب كتير جدا في المباراة دي لان هو كان بيسيب الجنب ليه لان كان عنده عالي معلول بيطلع هنا دايما فلما كوكا يكون اخره هنا فانا مطالب كحسين او امام واحد منهم هنا واحد منهم هنا فانا منطقة عمق الملعب انا عايز لعيد تاني يحركلي ده مش اكرم اكرم مش يقدر يعمل ده بيحب ياخد رزق والد يعمل كده لكن هو مدرب مش مدرسة طب انت خلصت الجزية دي هو مدرسة الوقعية اخر حاجة خالص اقولها في القصة لي وفي التشكيل عموما انه لو هو اعتمد على افشا هنا واعتمد على كوكا نهاية هيكون كوكا هو اللعيب اللي ما بيعديش المنطقة دي ابدا انا كريم زي محمد هاني لما يبقى عليه معلول موجود مليون في الماء وبعد شوية هقولك انت قلت هاني وبيرسي تاو بعد شوية لما نيجي بقى اللاتة تانية اقولك انه ممكن ما يبدأش بيرسي تاو اصلا اصلا فضل